دور الاب في حياة الانتة هي شي حاجة اللي مهمة جدا ولما تنقول دور الاب تنعني بها ابلي هو حنون ورحيم وصديق حاضي اللي بنته مش الاب موجود كاكسدة بلا قلب في قسطنا اليوم سعاد فقدات الاب ديالها في واحد سلي هو جد صغير والان ديالها حملاتها واحد المسؤولية اللي هي خطأة وكبيرة اللي اليوم خلطت عليها سعاد غالي وزوج ديال المرات ما تنشوفين وبقوا معي باش تتبدوا مع حكاية الليلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب اسلاميلي كانت من لكم تكونوا باخر اموركم هاني و احوالكم طيبة اذا كنت جديد على قناتنا نقول لكم مرحبا بكم و اذا كنت من اهل الدار كيف لحده الدار دارك المؤنسة دائما معكم و ابدا شكرا لكل من يتابعوني جميع انحاء مدن المغرب و احتجالي المغربية شكرا لكم من القلب ذلك النهارة اقرأت تعليق ديالكم و ما شاء الله تبارك الله عندي من كل جهات انا سعاد خلينا نبدأ لكم من الطفولة ديالي انا في صغري دوزت واحد طفولة اللي هي عادية كنت انا وزوج اخوتي ذاوي الهمام و اخويا اللي كان كبر منا كنا ساكنين مع وليدية غير في البادية فجدرت ست سنين الاب ديالي غادي توفى و انا اللي هزيت المسئولية ديالدك اخوتي لان ام ديالنا كانت مضطرة باش انا تخرج تخدم و اخي كنت صغيرة انا اللي كنت كنقابلهم من بعد ما مات الواليد ديالي طفولتي تحولات العقد و ازمات و بزاف جيال حويج اللي كانوا قباح ما كنتش تنمشي نقرأ و كنت كنغيب و كانوا كيستفطورية باش انا ننجي حتى عودت لي و ماما على الظروف ديالنا باللي انا مضطرة انها تخرج تخدم طيب الناس المناسبات و باللي هي قابلة و باللي راهم ما كنش لي قابل اخوتي اخويا الكبير سيخرج بكريب اش يخدم على راسه مع العيم انني كنت تنقرأ مزيان لكن ولفت صافي المسئولية جديدة حيث ما كنش عندي بديد طلعت للاعدادي و صديق الظروف و انا ذاك كنت عاطية العين والخطاب كانوا غر غدين جايين كانوا يجو تخطبوني من عند ماما ولكن كنت رافضة و امنيتي انني نكمل قريتي و اخوة الاعدادية كانت عندنا بعيدة فشغالي نوصل الى التامنة بديت نعيب الطريق و الشمش فهنا قررت من بعد ما فكرت مزيان بلي انني نحبس و اخوة كنت قرايا و كنت بغى نوصل فشغالي السبقة والاساسي تكيسف طولية لا سعاد خاصكي تجي تقرأي مزيان و غضي تضيعي المستقبل و انت ما شاء الله ولكن درت اللي فراسي و ما كملش لانا ببساطة الظروف او لا جميع الجوانب ما كانش كتسمح ليهائيا فبقوا الناس كل مرة يجي واحد باش انهم ميخطبوني ولكن و خخرش من المدرسة كنت ما زال متشبتها و رافضة باش اناني انتوج تال واحد المرة مشيت السبوع مع واحد السيدة كان عارفوها من العائلة وهنا غادي تشوفني واحد المرأة اللي عجبتها و قادت لخوها هذي هي مراتك وهدية اللي غادي تزوج بها اخطبوني من عند ماما و انا ذاك عجبني ذاك السيد اخطبوني من عند ماما و عجبت السيد اللي انا و ديك اللي خطبتني كانت تخطو و قادت لي اعطيه نمرتك باش انا و يدوي معاك و تبقى على تواصل قادت لي لا بلا شخالتي قادت لي لا غير اعطيها ليه باش تفهموا مع بضياتكم اعطيه النمر اللي اعطيتها ليه ولكن ما تصدموش اللي انا و دي السيد كانت في عمره انا ذاك 38 سنة و انا كانت عندي 16 سنة بقينا على تواصل واحد اخويا اكبر مني اللي كنت لكم معايش معنا قال لي بلي انه ما تزوجيش راكبة صغيرة صبر غير حتى تقفلي على الاقل 18 سنة انا غدي نجاوب هاد الخطيب بلي انا و اخويا ما قابلش هاد الزواج سهل الله يسهل عليك انا حسيت كأنه جبل تحيد علي مني قال لي اخويا ما تزوجيش به ولكن السيد السقني و ما بخاش يبعد مني لا والو لماذا انا قد بك و غادي نتحمل مسؤولية دي الكل شي لتقني المدة 4 شهور بقى تابعني تيدوي معايا و كنت اقول لي غير لا بس لا بس حتى انسيت الموضوع و الخطب انا ذاك كان و ما زال باقين كيجيو و انا تاني نرفض تل واحد نهار ممو عيطة الماما و قلت لي اشوفي اراه الدري بغى بنتكم و حتى هي بغاته فخلينا نزوجهم الله يسخر ماما شفت حتى عيات و قلت مرحبا بكم اجون عندنا اجابه اخطبات زوينة كبيرة لانه هم ناس ميسورين و انا مسؤول كبير في واحد القطة و انسان معروف قال لي يا ولدو انا سوف نتكنك بو حديثك و سوف ندرلك الجنة والنعيم و انا و اخا كنت صغيرة 6 عام كنت اعرف ندير شغلات ديال الدار و لكن ماما كانت تقول لهم بانه بنت سعاد لا تتعرف نديره باش ميتطمعوش فيها على هذا الاساس او لا تخطعو لي مستقبلا في هذا الباب لكن ماما ليس مشكلة المهم هي تكون مفاهمة هي و اياه هذا اللي بغينا تزوجت به و فرحنا حيث كنا كان بغوا بعضياتنا هذا اللي عند بالي لكن هو كان بقي طيش و كانت يدوي بزاف مع الناس و كانت العلاقات المحرامة و كانوا مريض بالشك و تشوف الناس في لافاك فخداع لهم و احد النظر اللي هي قبيحة المهم اندخلنا المحكامة و دفعنا العاقد و طلبوا لنا المسائل ديال شهادة العدرية الى مآخرة منشي تأنا ويا عن طبيبة ندخلنا و فحصتني و عيطت لي انا ذاك فيه و صراحة في ذلك السن ما كنت تفهمة و غير تنسمع الهضرة قلت ليها البنيتا رأى صفحان من الدراجة الاولى و مخصكش تقرب منها انتا خصتها طبيب و هو الول من بعد عندك الحق فيها و خصوصا انها قاسر فاذا وقعت لها شي حاجة رأى القضية فيها الحبس هذا الشي اللي عرفنا استمرنا في ايامنا و في قصة ديالنا لحب و الغرام و درنا العرس و امشينا في حالنا لكن من الليل ترسي ستبت لكل شيء و انا اتركت سوى ديالي هزي تليفون حيدو ليه اريدك تليفون حيدو ليه كارت اهرسها و اخداه و قال لي عمرك ما تحمي به قلت انا ماشي مشكيه هانيا المهم بديت لتنبغي و مرتاح معه ديكل وقت اولا ديكل الليلة كانت فيها اعزكم الله الدورة الشهرية فش عرف داد ليه شوها و شو هني مو كدخل و كل شي تقول لا يكما فيك ولو يكما ترسي بلعاني باش ما يقصكش و ندخل يا امي و امي و اخواتاتو و نتروينا و دخلوا عليها و هو دير شوها تيدرب في الطوابل و يدكدك فيهم مردخوه ستبدأ كتعطني الكينات ديال الموانع الحمل باش انه تحبس لي الدورة الشهرية و انا تنشرف دك الكينات و خايفة تمشت مني الدورة و ندخلوه في مرحلة وحشية والتي يكثر من الاختساب تقرب مني بوحد طريقة بشعة العذاب الاليم و مرحمني المشهد الفرسي و عشته ما عندوش كلام باش اصلا انا نوصفه لكم تخيلو دكشي لقاتليه الطبيبة لغاء كامله و ما بقاش اصلا عاقل عليه عدبني العذاب الاليم و تخيلو فش سلم الوحشية قل يا نوضي نوضي يلا خرج عند الوالدة شوف اذا خصها شي حاجة و واحد الاسلوب و واحد طريقة ما عند ميدر الميت قدام غساله من بعد مباشرة غادي نحمل في نفس الشهر تخيلو معي عنا صغيرة 16 سنة كانوا تحيدو لي الحاجة مني يدي كيحتقروني مثلا تحطو شي حاجة غالية و تقولو شو اسميت هذه و وصل المجمع اذا بغيت نطيب شي حاجة و تشهيتها لا ممنوع العذاب الاليم و كنت انت حم و ولا احمرال راصي و keiner قداموا كل حالة مكلة من غير ماما و عائلتو غير كتنظفية عند الجميع ذلك خرج الصباح من السبعة و نصف راتي لم يعرفني حاجة و لم يكن احصل و أحصل على جميع و تقولي و ايوه و هو تكون قدام لا تزعا من غير النعصة و كنت أقل بحجوري ومشقة الأنفس وكانت أسيق وكانت أسيق وخاكرت الفمي الملقبة كانت ردت لقلبي حتى 6 شهور في حمالتي ودخلت المرحلة عزكم الله تلقى راسي كانت دم لما أريد أن يحبس لي بحال شواد تنغوط ربي اللي خلقني ونقول لهم أنني سألت أموت وأنني سألت أسخف جاءت موقفة عليها عندك تعيط الولدي وتخلعيه سألت أسخف لك شوية الزعتر وأنني سألت أسخف الزعتر؟ لم أعرف كيف كان يشربه لم أعرف أولو، بدلت حويجي وشربت ذاك الكاس اللي دارت لي الزعتر ولكن أولو، ذاك اللوجعة سألت تجهد بغيت أن نموت، تجهت واحد مرة أخوه ولقعت ذاك الدمائيات ودرت عند حماتي وقالت لي ها شو ما عليك يا خالتي؟ سيداكات مترخصة طبيب ودابة نقضي واحد أخوه مسكين الله يرحمه في هذا النهار وقال لي ها يا كلابس شنو كاين؟ راه مرة أخوك، ها شنو كاين فيها؟ يلا دابن الدوال عند الطبيب دوني، والطبيب قاتت لي يا بلي أنه مباشرة سنجهدوا لك البركة فراسك مباشرة طلعوني البروك وبقيت فيه واحد ما بين ساعة ساعة ونص كلها عذاب، بقى فيه الحال وبكيت جوهزوني للدار وبقيت عطيها اللي بكام نعمني فقدت الجنين ديالي، هو اللي تشبت به وجدت تعمل معي صراحة زوين في ذاك الأسبوع جاب لي الماكلة وليس شي حاجة اللي تعوض لي ذاك الدم اللي خسرته كانت يجي بيه الطحان والكفتة والكبدة ذاك الأسبوع اللي شديت فيه الفراش تعمل معي صراحة مزيان من بعد اذنيت داني عند ممي باش انها تقابلني مشيت عندها وانا حالتي قابلتني وقلت لها بلي أنه بغيت ما يمشي الحمام نخفف على راسي باش نتوقض مشيت لواحد الحمام اللي هو وحدانا كانت ما بناتنا غير شي اي خمسة ديال دقائق وانا وانا ارجعت منه ووجدت داني معاه وصلنا ودخلنا ويقول لي ووجدت ووشتي عاده وغرد لي البال ايه راني مشيت للحمام حلفي؟ اقسم بلا لازل نكذب عليك ايه، مشيت الحمام واتفركستي غضاء ان شاء الله تمشي في حرك لازلت للا كيفاش اشترك لنا جمعت تحويجاتي وزيت واحد ثلاث ساعة تبديلات وداني لدارنا وقفت شكاً على الماما وثبات المرسلة وقفت شكاً على ما كان يدوز عليها وقفت من الان اواتي يومي بالاضبع حتى يقدمني نهار ثانين سأكون الجلسة كيف حاندي الجلسة ؟ ما كينا نفسه ؟ اه يجب علي وقت نهار ثانين في الصباح وقفت يتطلقني الجلسة في اولا ثانيا وقت نزل وليس يتطلق عرفتوا لماذا ؟ ليتستحباً فيها قال لي هم انا بغي نخليها تمام معلقة حتى تلقى لي انا شمراء مش هت يقلب حتى كتجي خباروه راتي يخطب وانا قلت المسائل جالي كلهم ادهم لي حتى من ذهبي واحد البركة جالي الفلوس والهدايا مشاوه علما ان هم ناس لي هم ميسورين بزاف وبهما عروف البرلمان كل شي اده لي تخيلوه خلاني ربع سنين معلقة ما هو مزوجني ما هو مطلقني بقيت انا كيفشي حمقا غير قائمة هو على راحته وغادي يتلقني وخرجت لي مليون في المتعد يالي فهذه المدة كانوا الناس يجيوا ويخطبوني ولكن حيث ما زال ما خرجت لي ولقانت عطلاق كنت كان نرفض كل مرة لكن معت اللقص غادي يجي يخطبني واحد راجل واحد اخر قالت لي ماما اللوالو هذا هو اللي غادي اديه انا في ذاك اللحظات تعقدت من الرجال ومحمداش نتوج ومباغاش نتوج وكراهت الرجال لواحد راجل لي هي كبيرة لانا وفاشت اللقص داسع لي فطرة لي هي صعيبة الناس يشوفوا فيها واحد يشوفة اللي هي ناقصة وتعرضت لمحاولة اقتصاب من طرف واحد الشخص اللي كان مقرب من العائلة اللي داني الواحد دي بو ديالو وستعليها وانا كنت معاه في الموتور على اساس انه غدا نقضيه وشي غراض حتى كان القراصي سدعليه في القراج ديالو وبدك يتتقرب مني حتى بدي كان غوة وخاف من شوها اتخلاني لازوا بزاف ديال المواقف اللي يكرهوني في الرجال بمعنى الكلمة قلت لي يا ماما الوالو هذا هو اللي سوف يدعي اللي لا سوف ندعي ماما انا ما قادراش والله ما تدعي بنتي راكي مسخوطة شو سوف ندعي؟ انا بغيت نهراب بغيت نقل جراسي ما عارش وندعي فسديت عليها في بيتي وبقيت غلصة نموت بالجوع وما بغيتش نخرج امرت وما بغيتش نتزوج لاناناني ما حملته شو اصلا ما عجبنيش قلت لي هذا اللي سوف يدعي وهو اللي بغيت لك انا شفت حتى عييت وقلت صافي انتوكل على الله ربما فيها خير وافقت ودوش به وجيت الضار اللي كان ساكن فيها بوحدته شهر اللي والداز عادي مزيان تنضحكوا وكان هضروع عادي مسيس معايا وانا مسيس معاه وعندي جربة في الزواج وما بغيش نعود وحتى هو وما بغينش نعود نفس الغلطة ديال الطلاق هذا الشهر بالضبط سياد ستقلب عليها اكتشفت فيه واحد العنصر اللي كانت خاطرة كل مزيان تجمع معايا بضربة واحد النهار ضربني حتى شبعت وبكيت وكميتها وسكتشفت حتى ما لدي ماندير قلت لي حتى ضربني واذا لم تخافش من الله قال لي انا ما تنضربكش وعمري اصلا احطت عليك ايدي دلست لي مجار رمضان وكان خارج عايت لعافة كفلان دايب اجيب لي الخميرة نعجن راقر ربي ادن ضرب فيها واحد دورة وقطع عليها وجلت دار لماذا عايت عليها في التليفون وانا احدى امي اعرفتوا ماذا يدير سيضربني وانا ازيد تليفون وانا اعطاني قتل لدك النهار وتسبب فيها وتسبب فب الله يرحمه ويعرق خليتوا تضرب على خاطره وانا غير تهم بكي وخليت دك تسجيل عندي وانا ارغبني الله يسامح وهذه وما هذه وميكت جاء العيد ومشيت عند امي وانا اعطيت لي واذا لم تجيها سعاد لما سنجي علش حيث اشكت ضربني واخره اعطيتش نو ادوزي لي وقال ليها اقسم الله حتى عمرني ما حطتي اعطيت بيها وانا اراني مهله فيها ودير ليها وموكلها ومشربها جاءت ممي ويدور فيها عنش كتلبي عليه ممي بغتي نسمعك التسجيل سمعتوا ليها وانا ابقى لها انت هناك المندر اثر فيها وقالت لي انتا لا تخاف من الله سمعتك بودني مسجلها كتضربها وكتحلف بالله لقد قلت لها واجهتي جري و انا مرتي كنبغيها باش تكون مزيانة و انا هذي و هذي قلنا احنا رسيد عنده تجربة فطلة صافي نصب روح لبعضياتنا رجعت معاه و الحال ما تبتلش بقاه هو هو تنقولي هذي تمشيتي دير العكس ديالها و ما عنديش الحق انا نعطي الرأي و دير عنده في الدرح اعزكم الله بحال شي بهمة ولا شي كلب سنحمل و دوزن تلك الفترة عذاب حتاجة بالله الفرج وولدت و السبوع و ثاني احتوذت فيه العذاب الاليم الضرب و الاهانة انا تنقول ما نعودش تجربة ديال انطلاق ايدي شي كله صبرت عليه باش ما نعيش نفس الحاجة و انا في العربية بنادي مجاهل و ما كون غادي يرحمك و ما كون غادي سترك و ما كين غير لغا يقولك ايو الرجل اللو المنفعش والثاني ما ننفعش رام يمكنش كلهم منهم عيوب ما لاجي ما كدخلش الراس انا عييت ما نفكر قلت غادي نسلم امر الله تعالى فبقيت صابرة صابرة حتى جوني الاعصاف المصران و الوسواس ديال الموت و ملقيت الراسي حتى دوا بقيت كنت تفرج في فيديوهات ايجابية حتى قدرت انا نخرج من ذاك الوسواس ديال الموت بقيت كنت تفرج كيفاش الانسان مخصوش يخافي اذا مات وبقيت كنت طمئن راسي و كنت هدن في نفسي و كنت طلبه هو الله يجاتك بالخير اعاوني غير باش انا نبرا رتنعاني ركرشي كتحرقني بالاعصاب و رانيضعافيت درجة ولد فيها خمسين كيلو لكن للأسف هو حلف لدقاد كلما يزوج الضرب جمعي حويجك و سيري في حالك واحد المرة جرع لي افشي العشرة ديال الليل و ذاك المدينة خيبة بالليل انا ذاك الوقيت انا مبقىش قادرة انا نستحمل هي فاشهزيت السواد ديالي وبسطامي و خرجت في حالي تابعني في الليل ماشي باشي قولي يا الله يسام حاجي رجع الله تابعني باشي قولي يا اريلي السورت متاع داري و سيري فين معجبك دارك انا ما عنديش سورت ديرها و اخا كانوا عندي كثيرا ما عنديش و ما عندي اصلا ما ندير بها بقيت غير غادة و ما عارفاش الطريق حتى وصلت الاخطر الدرب تمه والليل غادي نحصل يمكن وش هو عيط على اخويا اللي غادي عيط لي و قل لي يخليك في انتيا انا جاي لعندك فبلس ما يجي عندي اخويا جا عندي راجلي و عيط على اخويا اجي الدخط كنا معها دابا اخويا راه هو اللي يجري علي و راني عييس قال لي يا قل سيف دارك و خيجري عليك ما تخرجيش سمعت ذلك الهضاء و قلت اخر مرة نخرج و خانيتي يخرجني بقيت غالسة و ذيك سيري بحار كلها كتجيني عادية ما بقتش اصلا كنت تسوق لها كنا كنت ابزع لابسط حاجة و يذكر لي اطلاق انتي متلقى بنتي كان كيهزة و يديها لعند امه و كانت انا ذاك بقى كدير لي كوش واحد المرة كرفتت في حويجة بحالي قادراني صغار ماشي بدلوليها و دار تبارك الله كاتن غول بلبنات خلاوها مسكينة بحالكك النهار كامل حتى تسلخات و فاشخرج لعادك الشي بزاف اللووولي اغير نصها في الميكا وبقت بحالكك حتاجة بلي البنت بحاشي واحدة من ملاقطة الله هاو ادي افلان اشهد الحالة فجيبتني البنت ما الهديرة بحال هكا خليتوها بفقش هكا حشو ما عليكم اراد تسلخات من بعض امان او تلتي ايام جاتي قولي يا لبسي البنت نضيها عند امي لا افلان لا اعفك غير خليني احتن مشي انا و نضيها باش نكون حرصة عليها و نقبلها جوبتو بكل هدوء قال لي يا عشتي شنو سعاد او راكم تلقى الطلاق الثالث منيتك اه منيتي مشي تسوّلت قالوا لي انا وهو هذا الجملة في الشرع ما فيهاش تفليا و راكي دخلتي في العيدة جاء واحد خوف لي عمرها دار وتدخل و قال لي رجعت و رجعت و قلست وهو بقى كل مازوج غادي نتلق اجي نتفاهم و نديروا الطلاق الاتفاقي سري في حركة كيف تلقى تقول لي غادي نرحلوا من هذا الدار و غادي نوريك نضربوا الايهانة كيف ديرا و نوريك نرجع لاشقها الدين و كنت غادي نتفا قناويا فجاقوا واحد اخر اللي تدخل و دار فيه و مخلاش ليه و قال لي هادشي را ما يصلحش ليك و ضربوا واحد ضربة و لكن اللي فيه ما يمهنيه رجعت و رجعني لواحد الدار ربما عزكم الله الكلب دياركم ما يقدرش يسكن فيها و لكن انا قلت ما كيهمش ما كينش مشكيل فعلا الجولة اللي كانت يقول لي غير نرحلوا نوريك ذكشي اللي كان بالحرف كل ما زوجتي يضربني حتى كان دوخ ولا كيجرع لي و اذا ما هدرتش ما يهضركش فاش كنجي كانت تنقش معاه بش نو ضرب كانت يقول لي ما تنقشيش معايا ما تنقشيش معايا او لانو دخليني الناس انا راني خارج دابا ما بقى بغي تنقش ولا حتى المشاكل من فوق من الطبلة شوف غير شوف هفلان اذا ندريتك غير قول هاليا انا راني ماشي مالك اكي غادي نكون تنغلط ولا اني يقول لي شنو هو العيب اللي فيه باش نخدم عليه باش نربي وهذه البنيتة وشنبقنا كل ساعة فهذه المشاكل وتعود طلق انتا ونعود نطلق انا خلينا ما نضيعوش حياتنا الله يهديك هانتا فلان اذا كتحسب راسك انتا مريض انا نوقف معاك حتى تبرم ولكن لا حياتني من تدادي طلقني طلاق الشرعي وحرمت عليه الى يوم الدين انا فيها ما نصبر وبغيت نزينة نصبر ونقلص في داري ونربي بنتي ولكن شرع فوق من كل شيء وكان نشوف باللي انا وهذا السيد حتى جهة من جهته مجييني من هالزينة لا حانان ولا حضن وغير اذا كنا قاسين وحطت عليها الراس يقول لي نوضي من حدايا واذاك حازيت يقول لي نوضي من حدايا فخطرة واما كي يزرج لي وكي يدفعني لإهانات اعزكم الله دي الحيوانات وعارف باللي انه نقطة ضعفي هي الطلاق ولكن فش وصلت لهذه المرحلة وليت كان قول نربي بنتي الراسي زاد فيه فرعن وطيبني بالعصى اخير مرة اضربني اضربني حتى طحت وبدأت يقول لي نوضي البحاطية ناطيقت وجمعت الدار ودرت الغداء وقلت اجي ندير كأنه مكينوال وعيت له لكن فاشكر لي الطلاق مشيت كان نشوف وراقية ولقيت باللي انا وجمع لي كل شيء وحتم الحالة المدنية حتى اوراق الشخصي يحيدهم مشيت عندهم علش فلان هزيتي قالوا وراق حتمنوا وراقية شو درت لي كانا ما جاوبني ما تتكلم ما اهضر لغد لي قال لي رحنا مطلقين وجلت وان ذات كان مكين وجه الله خلينا غير خداما عندك خلينا نربي له غير عيد البنيتة وانا قلت ويعا لك وقلت لي يا سيري في حالك واجه الله لا ما اقول لي ما ادير عليك تيرفين وقلوا يا بعدي مني عييت من رغبته تدمرت وانا اريت غير موت وظلمت الاثنية في عيني في الاخير طلقت اتفاقي وعطاني مليون في النفقات بنتي وقالي اتقصي عندي في الضل مدة شهرين حتى تشوفي شنو تديري وكلا شربة تتمشي في حالك وانا حاليا هادش اللي عايش في هدابة هذه كانت حكايتي هذه كانت حكاية سعاد يا سادة يا كرام متابعين الكرام نخليكم تعاليق لتحت انكم تعبرو فيها كيفما بغيتو على الارائج لكم لسعاد باش انا توقظ اما عن رأيي الشخصي اللي غادي نقول لك انت يا سعاد هو بكي على راسك ويبقى فيك حالك وصنعي راسك لانسانة جديدة من هذا الالم والمعاناة انت ماشي رخيصة باش انا كتب قيلة تقافيه وتزوجي فيه وتزوجي في واحد حيشو ما حتى تعطيه الاسم منتع رجل وقرأي وكوني راسك وكوني قد واحسنا لبنتك خدمي ووقفي راسك براسك وما تقبليش الذل على الروح ديالك مولانا كرمباني ادم حيش ما تكرميش نفسك ما تلاحيش في الحضنة اي ان كان وما تزوجيش باي واحد وانت تغيبين كلام الناس لما ترحمشو اللي عمرو ما غد يرحمك اللي غد يقولك في الاخير انه صنعي نفسك بنفسك وليك يبلك بانه حيش تزيليانتو ماذا براكم في الطلاق وليك بلي بانه باقي الوقت باش اناك ما تنزليش لعلى الحقوق اناك ما تنزليش من حقك انك يتخذي النفقة ديالك وتخذي المتاعات ديالك وتخذي كل شي ديالك لانك في الاول والاخير انت اللي تتعدبتي هذا كان رأيي والله اعلم انشوفوا المتابعي الكرام شو تقولوا التحت وتعالى يقدمتم في رعاية الله واحدين انتلقوا بالغضاء ان شاء الله اذا كتاب وسلام